ما بتفكروش تزودوا قيمة بطاقة التمويل خلص ما بتدرسوهاش حد ما هقول لحضراتك زي ما قلنا يعني انتي رفعتي مخصصات الدعم من 90 لـ 127 عشان تلحقي زيادات السعرية ورفعت أسعار السلع برضو 25% بشكل محدود وأقل من السعر 50 جنيه ما بجيب لكش غير زيادة زيت وكيلو رز ما هقول لحضرتك يعني خلينا برضو بس نكون أمناء لو رحتي حضرتك بالبادجت دي للقطاع الخاص عشان تشتخلي المشتريات دي من القطاع الخاص زيادة الزيت اللي هي بتتباع في المنفذ التمويني بـ 30 جنيه مثلها في القطاع الخاص بكام بـ 50 جنيه فكده الدولة دولة عملت 3 حاجات الحقيقة الحاجة الأولى أن هي وفرت لك جزء نقدي اللي هو ممثل في الـ 50 جنيه وهناك دعم للسلعة السلعة أقل من مثلها في القطاع الخاص ثالث حاجة الفترة اللي فاتت كان زاد حجم الدعم لشريعها معينة مي جنيه للبطاقة اللي فيها أسرة ده كان المفوض يخلص في يونيو هل ده في استمرار لا هو يونيو يونيو هو نهاية هذه إلا لو ترى شيء جديد الله أعلم كان في كلام على تطوير أهو إدفينة نعم شغالين على قدم نوساق وأنا بتصور أن كثير من المستثمرين لديهم رغبة مؤكدة في صناعات الغذائية خلي بالحركة الصناعات الغذائية في الفترة تبيع الشركة ولا حد يخش الشركة؟ لا فكرة خلي بالحضرتك مفهوم مفهوم الخصخصة هو توسيع قاعدة الملكية مش التخلص من الأصل إنما المشاركة بالأصل مين هيخش الشركة الدولة؟ معلش شانا عايز أقول لك كثيرين وما أه بس مش هدش هيخش بنسبة ضعيفة وعايز نسبة حاكمة لا إحنا ما قلناش بنسبة ضئيلة الموضوع مفتوح ممكن أنك أنت تترحي في IPO ممكن تترحي لمستثمر رئيسي وتترحي نسب كبيرة من هذه الشركات هل بتفكروا يعني أنك تترحوا الشركات تتعهون فينا؟ لا عشان تطوروها؟ هي بتطور حاليا وهناك شراكات وهناك رغبة بجد من كثير من القطاع الخاص للدخول في إصناعات الغذائية خلي بال حضرتك واحد عليها طلب شديد اتنين العائد على الاستثمار بتاعها كبير تلاتة فترة استرداد الأموال قليلة وبعد كده هو أنت يعرف عليك آخر تقرير أنا كنت بقى إرأى آخر تقرير مبارح على فتش النهاردة ما تم استهلاكه في السلع الغذائية والمشروبات اتنين واثنين بين عشرة تريليون جنيه